يتخوف سكان بلدية الزدين بولاية عند دفلة من انتشار الأمراض والأوبئة المعدية كدائي الكوليرا بسبب تدفق قنوات الصرف السحي في سد ولد ملوك وإقدام بعض الفلاحين بسقي محاصينهم الزراعية من المياه الملوثة من جهتها جمعية الحفاظ على البيئة حذرت من كارثة بيئية قد تصيب المنطقة سقي المحاصين كما تشاهدون وكذلك هذا السد يشرب منه البشر وسقي المحاصين ست دوائر ست بلديات منهم بلدية العطاف ودائرة العطاف ودائرة العبادية ودائرة الروينة رغم ذلك نحن نداء التعنال للسلطات العليا وعلى رأسهم وزارة البيئة ووزير المورد المائية انقاذ انقاذ اتخاذ قرار وقائي ويعتبر سد ولد ملوك المزودة لست بلديات بالمياه الصالحة للشرب وهو ما يستدعي من السلطات تدخل لتجنب وقوع الكارثة